تحية طيبة و اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري انطلقت اليوم بمقر اكاديمية المملكة المغربية بالرباط اشغال الانشماع الاول للجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بن موسى و اعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي انها تغب خلال مدة مهامها في المساهمة في ارساء نقاش عام وتشاركي وفي هذا الصدد تم انشاء قطب للتواصل داخل اللجنة لتدبير العلاقات مع وسائل الاعلام والاستماع الى الرأي العام المعبر عنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي افتتحت بلدية الكرم بضحية الشمالية لتونس العاصمة امسل احد اكبر معلمة خاصة بالقضية الفلسطينية في العالمين العربي والاسلامي وهي عبارة عن ثلاث ساحات عامة تجسد احدها النضال الفلسطيني وتضمنت هذه المعلمة ثلاث ساحات عامة الاولى تحت اسم ساحة الحق الفلسطيني وتشمل العديد من الجداريات التي تجسد النضال الفلسطيني اما الساحة الثانية فهي ساحة باب المغاربة وفيها تجسيد لباب المغاربة التاريخي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة وحملت الساحة الثالثة اسم المهندس التونسي محمد زواري الذي استشهد امام منزله في مدينة سفاقس قبل ثلاث سنوات وتتاهم جهات تونسية المرسد الإسرائيلي باغتياله عبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو كوتيراس عن خيبة أمل حياذ مخرجات مؤتمر كوب 25 الذي انعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد وكتب كوتيراس في تغريدة على حسابه الرسمي بالتويتر أنه مصمم أكثر من أي وقت مضى على العمل من أجل جعل 2020 السنة التي تلتزم فيها جميع الدول بالقيام بما يقول لنا العلم أنه ضروري للوصول إلى حياذ الكربون سنة 2050 وأن لا يزيد ارتفاع درجة الحرارة عن 1.5 درجة من المنتظر أن تحتضن مدينة قدير يومي العشرين والواحد والعشرين دجنبر الجاري المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعيات جهاز المغرب وتدف هذه المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلقة بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة والتنزيل الأمثل للمثق الوطني للتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة بالإضافة إلى تصليط الضوء على الإنجازات والتحديات وتبادل الممارسة الجيدة والتجارب المبتكرة أجريت قرعة دورية 16 لدوري أبطال أوروبا صباح اليوم وأصفرت عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها دورتموند الألماني في مواجهة بارستان جرمان الفرنسي وريال مادريد الإسباني في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وشيلسي الإنجليزي في مواجهة باير ميونيخ الألماني نهاية المجز إلى اللقاء